ونتابع الآن أخبار الملف النووية الإيرانية إذ قال كبير مفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي إن طهران بدأت تخصيباً يورانيون بنسبة 60% مشيراً لأن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الثرية بهذا الأمر وضف عراقجي أن طهران ستزود منشأة نطانز النووية بألف جهاز طرد مركزي فيما يتعلق بالتطورات النووية أمس بعثنا برسالة إلى الوكالة مفادها أننا سنضيف ألف جهاز طرد مركزي إضافي إلى منشأة نطانز لتضافة لتلك الموجودة حالياً اليوم أيضاً أرسلنا للتو رسالة جديدة للوكالة توضح أننا سنبدأ من يوم الغد تخصيب اليورانيون بنسبة تصل إلى 60% وذلك لاحتياجات إيران لإنتاج نظائر مشيعة معينة مطلوبة لبعض العلاجات الطبية ما نقوم به هو لتلبية احتياجاتنا وبما يتوافق مع التزاماتنا تجاه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومن جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أبلغتها نيتها تخصيب اليورانيون بنسبة 60% فيما أعرب البيت الأبيض عن قلقه من إعلان إيران الاستفزازي رفع تخصيب اليورانيون لكنه توقع أيضا استمرار المفاوضات بالمقابل إلى ذلك وصفت الرئاسة الفرنسية قرار تهران رفع تخصيب بالتطور الخطير وأنه يستدعي ردا منسقا من جانب الدول المشاركة في المفاوضات وتأتي هذه التطورات بينما أفادت مصادر ديبلوماسية روسية بإرجاء محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني ليوم واحد دون توضيح الأسباب وفي تصريحات لسكانيوز عربية أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرغير يابكاف عن استعداد بلاده للوساطة وأيضا المساعدة في تقريب مواقف واشنطن وطهران من الاتفاق النووي وأكد ريابكاف أن جميع الأطراف متفقة على ضرورة إحياء الاتفاق النووي في حال أعرب شركاؤنا عن اهتمامهم لدينا استعداد لتشاوري في إطار ثنائي وأي أطر وسياغ أخرى وهو ما نجريه بشكل مستمر في إطار اتصالاتنا مع مختلف العواصل فالعمل جار عبر أكثر من قناة ولا شك بأن زيارة لفروف إلى تهران اليوم حذث محوري لتمحور حوله عملنا في هذا المدمار بما يحقق العودة الكاملة للالتزام بالاتفاق والدفء بفكرة الأمن الجماعي في منطقة الخليج حيث الوضع غير مستقر ويجب العمل بهدف الوصول إلى نتيجة إيجابية وليس تصهيد الوضع كما أرجع نائب وزير الخارجية الروسية أسباب معارضة بلاده توسيع الاتفاق النووي ليشمل بلدان أخرى أرجعه إلى الحفاظ على الاتفاق بشكله الحالي دون إدراج أي تغييرات عليه كما تعلمون اتفاقات عام 2015 تم توقيعها بشكل الذي تجرى في إطاره محادثات فيينا اليوم وإذا بدأنا بتغيير هذا الإطار فسيعني ذلك أن علينا تغيير كامل الاتفاقية لحسن الحظ فإن المشاركين في المشاورات اليوم مجمعون وذلك هو موقف واشنطن أيضا الذي أعرف حق المعرفة مجمعون على أن الهدف الأساسي يتمثل في استعادة خطة العمل المشتركة بشكلها الذي تم توصل إليه والتوقيع عليه ترجمة نانسي قنقر